بدأت القصة من هنا من شيكاغو المدينة الأمريكية كان ذلك قبل 133 عاما بانتفاضة عمال أساسها المطالبة بتخفيض ساعة العمل إلى ثمان ساعات انتهت باشتباك أسفر عن قتله كان شعار عمال العالم آنذاك ثمان ساعات للعمل وثمان ساعات للإطلاع والمعرفة وثمان ساعات للنوم ومنذ ذلك اليوم وعمال العالم يحتفلون في الأول من مايو من كل عام بأحد أهم إنجازاتهم وهنا في صنعاء انتهت هذه القصة على نحو مأساوي فقد دفنت أحلام العمال تحت وقع صرخات هذا الجمع الميليشيوي الذي رفع في صيف 2014 شعار إسقاط الجرعة لم تنضي سوى أيام حتى رأينا كل شيء قد سقط إلا الجرعة سقطت العاصمة والدولة ولم يعد هناك ساعة عمل ولا مرتب في حين تصاعدت الجرعة لتتجاوز حدود الاحتمال وفي تعز المكلومة بالحصار ثمت حرية وثمت كرامة أتاحت لهؤلاء فرصة للاحتجاج وهم من يعيش تحت وطأة الحرب وتبيعاتها السيئة أوقف رسالتي اليوم بمناسبة عيد العمال للعمال اليمن ووقفوا ضد الحوثة وأنصار المخلوع والله لا أعمل في تعز غير من قبل من قبل يعني كان حركة والشركات مفاتيح وشغل واصل هذه الأيام مع أبوش واليوم بمناسبة عيد العمال يعني الناس كلها كل يوم أما في صنعاء فلم يخرج أحد وبدلا من ذلك تكلم قادة الحرب هؤلاء باسم العمال بلا خجل لتمرير رسائل سياسية مفادها لسنا نحن من أفقدكم وظائفكم وأرزاقكم بل العدوان لكن هذا العامل لديه رأي آخر والله ما الأعمال باليمن ككل ولا يقد من سنتين ولا يقد أي عمل السبب عفاش والحوثين ثلاثة أعوام عجاف وثمانية أشهر لم تتمكن خلالها الشريحة الأوسع من قوة العمل في البلاد من الحصول على مرتباتها في حين يضاف في كل يوم منزل جديد إلى أحياء صنعاء لمشرف أو قائد ميداني يعمل في حلف الإنقلاب الموالي لطهران الأمل هو وقود الحياة للملايين من الذين فقدوا العمل ووجدوا أنفسهم في خضم حرب فرضها الإنقلابيون لغاية الاستئثار بالسلطة